أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا صحة لتقليص المخصصات المالية لمرتبات العاملين بالدولة تزامناً مع الأزمة الاقتصادية العالمية وشدد المركز على انتزام الدولة بصرف كل مستحقات العاملين في الموعد المقررة مناشداً العاملين بالجهاز الإداري للدولة عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات مع استقصاء المعلومات من مصادرها الرسمية شكراً للمشاهدة